أن تشتغل بالعلم وأن تدع الكلام في المخالفين ومع الأيام هذا المسكين أول مفسد يقع فيها أنه ترك هذا الأجر العظيم الذي كان بإمكانه أن يفوز به ثم ثاني قد لا يبارك له في علمه ثم ثالثا قد لسبب ضعفه وعدم رسوخه في هذا الباب مع الأيام قد يضعف في السنة هو نفسه وقد يلتف حول من يلتف لا سيما وطريقة أهل البدع من حزبين وغيرهم أنهم يكثرون الناس على من يرجونه حتى يجعلونه في حالة حيرة إما أن يصرح بالحق فيفقد هؤلاء الناس أو أن يسكت باسم المصلحة لأجي نفع الناس ويقول تكلم فيما بعده ثم قد يزيد الناس عليه بعد ذلك ثم مع الأيام يرى أن الكلام صعب فيزين له الشيطان بأن بأن الطريقة الصحيحة هي عدم الكلام حتى لا ينتقص هو في نفسه فكان قبل يقول للناس إن الذين تكلمون هم مصيبون وقد فقاموا بواجب ما قمنا به ثم بعد ذلك رأى أن العيب والنقص يرجع عليه فاضطر أن يقول بتلبيس من الشيطان وتزين من النفس أن يقول كلا إن الطريقة الصحيحة ألا أن لا تتكلم فيها فلا يصح لأحدا أن يقول إن كلا يخطئ يأتي الناس إليك يقول كل يخطئ صحيح كل يخطئ لكن هذه كلمة حق يراد بها باطل كلمة مجملة ماذا تريد بهذا تريد أن لا يكفر من كفر بالله أن لا يبدع من وقع في بدعة أن يستحق به التبديع أن لا يحذر من من يستحق منه التحذير ماذا تريد بهذه العبارة بهذه العبارة رحمه الله تعالى قال مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل بدع وكثرة ذكذك لهم وطعنك عليهم لاحظ أن الإمام أسد ابن موسى جعل كثرة ردي الإمام أسد بن الفرات على أهل بدع أن هذا محمدة قارن هذا إخواني بواقعنا الذين عيشوا اليوم من أن بعض الناس أو أن كثيرا من الناس يعيش ضعفا شديدا في هذا الباب ويرى أن الاجتهاد في التحذير من أهل بدع أن في هذا إضعافا أن في هذا تضييعا للوقت وتقسيةا للقلب إلى غير ذلك ولو علم الرد على أهل بدع أنه في رده على أهل بدع يفعل عبادة بل يقوم بجهاد عظيم وهو الجهاد الأكبر لزاده رده على أهل بدع تقواً وإيمانا تعلمون أن الجهاد نوعان جهاد العامة وهو القتال الكفار وليس العبرة بكثرتهم فإن العلم من الزمن الأول إنما يتناقل في في أفراد من الناس إذا كان عطاء وهو عطاب برباح ذكر الذهبي عنه في السيرة عن بعضهم أنه قال مات عطاء وهو أعلم أهل الأرض وما كان يحضر عنده إلا ستة أو سبعة وهو عطاب برباح لذا فرق بين أهل العلم والقصاصين لو رجعت إلى كلام أهل العلم في القصاصين وقد كتب بن جوزي رسالة في ذلك ونقل كلام أهل العلم وأيضا من بعد بن جوزي تجد أن القصاصين معروفون بكثرة بكثرة حضور الناس عندهم وهذا الجهاد وهو جهاد قتال الكفار لم يقم به أكثر الأنبياء والمرسلين أتعلمون أن إبراهيم عليه السلام لم يقم بجهاد قتال الكفار وهو إبراهيم عليه السلام بل أكثر أولي العزم لم يقوموا بجهادي ولم يؤمروا بجهاد قتال الكفار لكن الأنبياء والمرسلين وأولي العزم أمروا جميعا بالجهاد الأعظم وهو جهاد الكلمة وبيان الحق ونصرة الحق وقمع الباطل وهذا هو الجهاد الأكبر أما يا إخواني أن نسكت من هذا أن نسكت عن أهل البدع باسم المصلحة وغير ذلك والله يا إخواني إن عين المصلحة هي دعوة الناس إلى السنة وتحذيرهم من البدع وتسمية أولئك بأسمائهم مرة زارني بعض المشايخ الأفاضل وجرى كلام معهم في ذكر الأسماء المخالفين وأن المصلحة تقتضي ذلك أو لا تقتضي ذلك وذكرت لهم شيئا زيادة على هدي السلف الشائع المعروف ومن هدي السلف ما ذكره إبن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد الإمام أحمد علم وإمام في العبادة وفي الاعتقاد وفي الفقه وفي العربية وفي غير ذلك من أبواب الدين ومع ذلك ومن أكثر العلماء في زمانه ردا على هالبدع وذكر ابن الجوزي أسماء الذين رد عليهم الإمام أحمد أو ذكر بعضهم حتى يقول أبو زرع ما من مبتدع إلا وقد رماه الإمام أحمد بسهم من كنانته رحمه الله تعالى رحمة واسعة فالإمام أحمد مع عبادته وزهده إلى آخره إلا أنه لم يترك أهل البدع سماهم بأسمائهم وحذر الناس منهم لو تأملتم ونظرتم من حولكم من أهل السنة السلفيين اهتدوا على يد من أكثرهم اهتدوا عن طريق الذين سموا وصرحوا بضلال بضلال المخال بذلكم ما خرج مسلم من حديث عدي بن حاتم أن وفداً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام خطيبهم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى وقع في منكر في خطأ ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بئس خطيب القوم أنت قل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى أي لا تجمع الله ورسوله في ضمير في ضمير واحد عند ذكر المعصية لاحظوا هذا خطيب قوم لما وقع في خطأ علانية أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم علانية ولم يقل أولاً أنصحه وإنما بادر بالإنكار مباشرة فالخطأ إذا كان علانية فإنه ينكر عليه ينكر عليه علانية ذكر للباني رحمه الله تعالى أن ما ذكر بعضهم من أنه لا بد من نصح المخطئ قبل الإنكار عليه علانية قال هذه بدعة منكرة ثم يقال يا إخواني أقسم بالله أن كثيراً من هؤلاء الدعات قد ناصحتهم وناصحهم من هو أجل مني وأعلم وأزكى ومع ذلك لم يزدادوا إلا إصراراً وتمسكاً بما هم بما هم عليه أيضاً مما يرد به النقد البناء أن بعهم يقول إنكم لم تتركوا أحداً اليوم تكلمت في العريفي وبالأمس في عائض القرن وقبل في سلمان العودة وهكذا ما تركتم أحداً إلا وتكلمتم فيه فيقال اتق الله ولا يغلبنك هواك ولا حماستك على أن تجور لا تصف من يرد على المبطلين بأنهم تكلموا في كل أحد هل رأيتم تكلموا في الإمام عبد العزيز بن باز؟ هل رأيتم تكلموا في الإمام محمى الناصر الدين الألباني؟ هل رأيتم تكلموا في الإمام محمد بن صالح عثيمين هل رأيتم تكلموا في العلامة المجاهد صالح الفوزان هل رأيتم تكلموا في أهل الحق والهدى كلا وإنما تكلموا في أناس عندهم أخطاء تستحق الكلام ولم يتكلموا فيهم إلا وبينوا سبب الكلام فإننا مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمورون بالتمسك في شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مأمورون بالمجاهد بالمجهاد الأكبر وفيه رحمة بالمردود عليه فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سيري أعلام النبلاء أن يوسف بن أصباط رحمه الله تعالى وهم من أئمة السنة الكبار تكلم في رجل فقال له أبو صالح الفراء أليست هذه غيبة؟ قال ويحك قال ويحك يا أحمق هذه نصيحة نحن أبر بهم من آبائهم وأمهاتهم لأننا إذا تكلمنا فيهم وحذرنا منهم قلت آثامهم وأوزارهم وهذا حق ينبغي أن يعتني به أهل السنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر